نروح مع حضراتكم لموضوع آخر والحيان في خطوات مهمة جدا بتتخذها الدولة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مش بسم حالياً لأكمان عربياً من أيام انطلقت أول دورة تدريبية من نوعها لتدريب 30 طالب سوداني بمفاعل أنشاص البحثي خلانا نعرف تفاصيل أكتر عن البرنامج التدريبي وأهميته من الدكتور شريف الجهري المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية سبع الخير عليك يا فندم أهلاً سبع الخير عزيزي محمد إزاي حضرتك يا أهلاً بيك بخير يا فندم في البداية زينا نتعرف عن التعاون المصري السوداني في مجالات الطاقة النووية وإمتى بدأ هذا التعاون الحقيقة التعاون المصري السوداني حقيقة بعله فترة طويلة عنه جداً وفيه الحقيقة التفاقية موقعة بيننا وبين هيئة الطاقة الذرية السودانية طبعاً اللي بترسخ للتعاون العيني المستمر طبعاً بيننا وبينهم وخاصة في مجال تدريب التوادر البشرية تدريب التوادر البشرية الحقيقة ده من الحاجات المهمة جداً اللي مصر الحقيقة عندها ثقل طبعاً نظراً نحن أقدم مدرسة لاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الوطن العرب فالحقيقة البرنامج التدريبي دوت بيضم حوالي 30 طالب من السنة النهائية في قسم الهندسة النووية بجامعة السودان وده أول الحقيقة برنامج وإن شاء الله سيستمر للسنوات القادمة بإذن الله تعالى طب يا فندم هل السودان بالفعل بدأت برنامجها لإنشاء مفعالات طاقة نووية واستخدامات سلمية؟ هي الحقيقة لدولة السودان الشقيقة طبعاً في مرحلها بالوقتي لإنشاء البنى التحتية الحافظة هم عايزين يعمل مفاعل برضو أبحاث زي اللي عندنا وبرضو بيسعوا إلى برضو لإنتاج الطاقة ومفعل أخر لإنتاج الطاقة فالحومة قلتها في مرحل هي البنية التحتية فلذلك مطر طبعاً بالكبراطة طبعاً والعلاقاتها الإستراتيجية الكبرى والأخوية مع دولة السودان الحقيقة بتشارك معاهم في تدريب الكوادر عندهم لهذا البرنامج الحقيقة النووي السلمي لدولة السودان الشقيقة طيب دكتور شيريف عايزين نتكلم مع حضرتك عن تفاصيل أكتر متعلقة بالبرنامج اللي بيتم تدريب الطلبة السودانين عليه طبعاً الحقيقة البرنامج ده خاص بموضوع مفاعلات الأبحاث مفاعلات الأبحاث طبعاً مصر الحقيقة تمتلك مفاعل الأبحاث اللي هو بقدرة 22 ميجاوات وده الحقيقة في إطار مجمع كبير للمفاعل المفاعل مش مبنى الواحد فقط المفاعل عندنا فيه مصنع لإنتاج المشاعة اللي تستخدم في الأغراض الطبرية فيه مكان آخر لتصنيع الوقود النووي مفاعلات الأبحاث وبالتالي البرنامج الحقيقة على مدار أسبوعين أول جزء منه جزء نظري وبيقوم طبعاً بتقديمه الخبرات والطاقة الزرية المصرية طبعاً أما مدرسة قديمة جداً في هذا المجال وبيغفل كل مجالات تصميم مفاعلات الأبحاث استخدامتها تطبيقاتها في إنتاج المزائر في المجال التطبي طريق تصنيع الوقود النووي والحقيقة اللي حاجة المميزة جداً اللي في البرنامج ده اللي في البرنامج التاني إن شاء الله سيتم تدريب عمل للطربة على كيفية تجريد المفاعل يعني الطربة هيحضروا التجربة عملية لتشغيل مفاعل الأبحاث ده مهم جداً طبعاً أه دي حاجة طبعاً دي على فكرة إحنا مصر متميزين جداً للمفاعلات الأبحاث على مستوى العالم عبادة أولاي القوي طالحية مصر متميزة جداً في هذا الكلام وده في إطار الحقيقة للجنامج المصري لتدريب الكيلويدر لمحطة الطاقة بتاعة الضبعة برضو لأن المفاعل الأبحاث هو مفاعل صغير بالنسبة لمفاعل الضبعة ولكن مثلاً غرفة التحكم هي هي أنظمة الأمان بتبقى هي هي الوقاية الإشعاعية هي هي وهكذا فالحقيقة احنا أما يكون القالبة بيتدربوا أو بيشوفوا بعينهم الحاجة جيدة الشغل قدامهم غير حضرتك الموضوع أنهم يدرسون نظر فده الحقيقة ميزة جداً في هذا المفاعل وفي هذا البرنامج التدريب الحقيقة اللي هي اتفاق الضبعية متبنية وده طبعاً بيجي في الوقت الإسبوع ده إن احنا بنحتاجه باليوم العالمي للشباب اللي هو طبعاً وكل الحقيقة الشباب لما انت قايت شايفهم في جامعة السنة النهائية في البرنامج اللي هو الحمدس النووي السوداني ده الحقيقة ده الحقيقة يعني سعلاً حاجة يعني جيدة جداً وإن شاء الله ستستمر مع دول عربية أخرى إن شاء الله في دول المشابهة يا فندم اللي ممكن نعمل معها مثل هذه البرامج التدريبية الحقيقة في دول كتير جداً هي بتسعى إلى إنشاء مفاعلات الأبحاث أو الدخول في برامج للطاقة الزرية في دول في أفريقيا كتير يعني مثلاً عندنا دول ممكن تكون ليبيا الكوردن دخلق الأبحاث وهي عندنا مفاعل أبحاث فهي عندنا دول بعض الدول العربية دخلق البرامج وهكذا فحنا عندنا الخقيقة مجال كبير جداً للتعانم سواءً على المستوى الأفريقي من حقيقة في استراتيجية هيئة طاقة الزرية المطرية إلى الانفتاح تماماً على الدول العربية والدول الأفريقية لفعلاً لوضع مصر في فرحة حقيقي في هذا المجال لأنها أقدم مدرسة مووية في الشرق الأوسط وفي أفريقيا طيب هل دي أول تجربة دكتور؟ مش كده؟ دي أول تجربة لتدريب طلبة أجانب في مصر لا يا فند نحن طبعاً فيك برامج قبل كده بس ده أول برنامج تدريبي لدولة السودان جزء عملي يعني الحقيقة دلوقتي قسم الهندسة النوية سواء في السودان أو في الدول العربية عموماً بحضة مصر بيشترط أن الطالب لازم يأخذ جزء تدريبي موظري وعملي على مفاعلات الأبحاث فده الحقيقة يعني ما هواش حاجة يعني استثنائية لا ده حاجة أتاسية في برامج التدريس في قسم الأهندسة النوية عظيم في الجماعات طبعاً العربية والمصرية مدته قد إيه البرنامج دفن؟ البرنامج طبعاً الحقيقة ده يعني مضغوط شوية لمدة أسبوعين طبعاً يعني من الصباح حتى يعني اللي تبع خمسة ستة بالنسبب وممكن يوضح أكتر الطلبة يستفيدوا بكل الإمكانيات اللي هي الموجودة وطبعاً عندنا في كل يوم الحقيقة بيحصل زي النقاش عشان نشوف تقيين الطلبة اللي هم استفادوا وإيه حاجات اللي مش واضحة عشان ما تلفاء في اليوم التالي وعكذا جميل موضوع النقاش ده يا فندم عشان تبقى كل الأمور بالفعل واضحة في ملف حساس زي هذا الملف لكن الأهم بقى إيه اللي هيعود على دولهم لما يرجعوا لبلدانهم مرة أخرى وهم حصلوا على هذا البرنامج هيساعدوا دولهم بإيه اللي هيعود طبعاً حضرتك أنت أول حاجة أن طبعاً حضرتك كده عملت 30 ستير لدارة السردان في هذا المجال بعد تعلمهم من هذا السلام في مدارة ثالي حاجة على المستوى العلمي واضحني أنه حضرتك تنشوك الكلام ده نظري وعملي يعني تيفيد نبقى بقى حيث مفعلات سباديا المغرب عندها القدرة المفاعل المصري 22 ميجاوات هو أكبر مفاعل على حاجة في الشرق الأوسط وبالتالي الفرصة اللي أتيحت لها هذه المجموعة 30 طالب وطالبة من أشقاء السيدانيين طبعاً فرصة لا تعاوض أقوله أنه يشتغل ويشوف المفاعل بيوصل للقدرة بتاعته بيشوف إنتاج النظير المشاعر ازاي اللي بيسمع عنه وهم حالك كل ده ويشوف إن الوقود يتنقل إزاي من المفاعل لمصنع إنتاج النظار وبعد كده إنتاج النظار بيتعامله مع إزاي وإزاي أعمال الوقاية عشان ما حدش يتضر في العملية عوامل الأمان النووي وهكذا الكلام ده حضرتك نظري حاجة وعملي حاجة يمكن ده دكتور شريف اللي أنا حاب أسأل حضرتك فيه أكتر يعني إيه المواد النظرية والعملية اللي يمكن بيدرسوها الطلبة دي حضرتك عارف إنه الموضوع ده مهم جدا فحابين نعرف أكتر عنه المواد اللي بيدرسوها وكمان المدربين تمام الحقيقة طبعا المدربين إحنا عندنا زي مولت إحنا أقدم مدرسة نوعية في الشرق الأوسط عندنا أسد في جميع تقصصات الاستخدامات السلمية للتقصرية بداية من قسمين المفاعلات عندنا أسد المفاعلات الأستاذنا الدكتور مثلا محمد شعط ده من أقل الناس الكبار جدا عندنا الأستاذ الدكتور عيث ماتنم دي قمة دي حضرتك كانت بالدرجة في البرنامج النووي العراقي زمان عندنا على مستوى التكني اللي اللي بيدربوا عندنا أعلى مستوى حضرتك علمية بالدرجة هذا المجال الثاني حاجة بالنسبة حضرتك الجزء اللي بيدرسوه إحنا حضرتك بيدرسوا هندسة المفاعلات الأبحاث بيدرسوا مكونات الأنظمة اللي موجودة في مفاعل الأبحاث الحكة الأمان النووي أهم حاجة في موضوع شهورينا لكله التكذرية وهو موضوع الأمان النووي الأمان النووي حضرتك هو حماية المواطن وحماية المشيل وحماية المجتمع إزاي نوع من المفاعل ده يشتغل يبقى ففي قياسات تتم وكذا وكذا في حتة مهمة جدا وهي إنتاج النظائر طب المفاعل ده هو بيشتغل لموضوع الأبحاث وفي نفس الوقت بنمتدين نظائر الطبية اللي تستخدم لعلاج الأورا فبالتالي الطالب يشوف إنه مش مجرد بيعمل أبحاث فهذا لأنه هو تموم متاع الأبحاث لأ ده بيقدر نستخدمه لخدمة المجتمع طبعا المصري أو العربي هي مصر أي مدور كبير جدا لتعطية السوق المصري في إنتاج النظائر الطبية وإن شاء الله يعني بنفس التصديق للدول الأطبية والعربية في هذا المجال فالجمع الحسن البرنامج يعني نميز فيه الجزء النظر اللي فيه النتيجة إنه يوعد مع أستاذ بقاله 30 سنة في هذا المجال ده حاجة كبيرة جدا عالفكتنا بشهول إيلا إن الأستاذ ده شاك مفاعلات اشتغل على مفاعلات حيجيله خطيين اللي في طلبة عزيز كبيرة وحبت إذن قلت لحضراتك النقاشات مع الطلبة اللي يتولي اليوم دي من أحلى الحاجات اللي هي الطلبة بيستفيدوا منها ما هياش دراساتنا زي ده واحد بدي محاضرة ويعرف ويمشي لا ده بالعكس قاعد معك الدكتور من عندنا قاعد مع تولي بتنعشوا في اللسامه طبعا بالضبط كده وفيه طبعا علاقة ودية طبعا جدا جدا ما هياش في إطار زي الجامعة حضرتك قاعد مع حضراتك خذ محاضرة ويمشي لا أو حتبتحن فيه بالعكس إحنا الفكرة كلها أن دور طلبة سنة هايبقوا زملالين بعد شهور فالفكرة كلها أن هؤلاء هم جيل الغد في السودان وطبعا في الدور العربية فعشان كده هم صفرة في هذا المجال بإذن الله عظيم جدا نفان وكل شكر ليك دكتور شريف الجهري المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية شكرا جزيلا نفان